عقدت اليوم بلدية الدائرة الخامسة دورتها العادية للعام الحالي 2017 وتهدف الدورة لاعتماد الميزانية السنوية للتسيير وإدارة أعمال البلدية كان ذلك بحضور عمدة الدائرة الخامسة مع مصال موسى بجانب المستشارين كما عقدت بلدية الدائرة الثالثة دورة مماثلة بحضور عمدة البلدية أحمد دوغي تقرير محمد عسنان هذه الدورة العادية التي جمعت عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى مع مستشاري المجلس البلدي بالدائرة جاءت بهدف اعتماد الميزانية السنوية للتسيير وإدارة أعمال ونشاطات البلدية للعام الحالي أي ستدأت المناسبة بكلمة ترحيبية للمنضوب الإداري بالدائرة أبتالي أبكار واتلته كلمة عمدة الدائرة الذي سرد أهم الإنجازات التي حققتها البلدية في العام الماضي والمتمثلة في حجد الموارد المالية وتنظيم حملات التوعية ونظافة الشوارع والساحات العامة فضلا عن نظافة المجار المائية ورش المبيدات الحشرية نرحب هذا المنطقة على مستشاري المساعدة ونظافة السبب العام المعلقة على مستشاري المنطقة والإدارة على ما؟ ولكنه يدعون المناسبة للمنازل وقمات طولة المنطقة للإدارة على المستشاري والمتاحة في المستشاري المستشاري يدعون أن نعيسي المساعدة التي يطلبها هذا وأن الميزانية السنوية للبلدية هذا العام قدرت بأكثر من واحد مليار فرانك سيفا وفي سياق متصل فقط عقدت بلدية الدائرة الثانية دورته العادية الأولى لهذا العام بغية اعتماد الميزانية السنوية لإدارة البلدية والتي قدرت بواحد مليار ومعتين وسبعة مليون فرانك سيفا كما طلب أمدة الدائرة دقفة محمد من المستشارين دراسة التقارير المقدمة إليهم بجدية وكذا تقديم الاقتراحات وتبادل الأفكار الهادفة التي تسمح باعتماد ميزانية توافق مع متطلبات البلدية في الإرادات والنفقات التي بدورها تسهم في تحقيق الأهداف الشاملة وتحسين الحياة المعيشية لسكان الدائرة